اجمل وافضل واطعم سبونش من الفيجان او سبونش فيجان في الدنيا هتعمله بمقدير سهل وبسيطة ولو عندك فول او حمص مية الفول او مية حمص الشام مش هيكلفك اي حاجة هنقول باسم الله اول حاجة 300 جرام مية حمص واخدناها في حلقات كتيرة او فول السناء السوداني واسمها اكوا فابا اكوا فابا وبعد كده بنزل معاهم ب300 جرام سكر يبقى 300 جرام مية 300 جرام سكر 300 جرام دقيق وزي ما احنا هنشوف دلوقتي لازم ملح كريم التارتار زي ما انا شايفين جرام كريم التارتار بيقولوا عليه في النرويج فين سيرة او فيني سيرة لكن هو ده موجود في محلات الحلويات كلها وموجود في كل شركات الادوية زي النيل للادوية ومصر من استحضارات الطبية بعد دقيقة بعد اربع دقايق بص بقى عامل احسن من المارينج اللي انت بتعمله بيض لكده حطيت معلقة الفانيليا حوالي جرام تقدر تضيف اي نوع فانيليا انت بتحبه انا حطيت فانيليا سكر بالزبط من الاول الاخر اخد عشر دقايق بالزبط انا نزلت الدقيق طبعا وطيت الماكنة خالص ونزلت الدقيق كله لكن الافضل انت تقلبه بيديك بالسباتولا زي ما انت شايفين اهو ادي السبونش بتاعي جاهز في خطوتين اتنين بس وارخيص لا في بيض ولا في بيكنج بودر ولا في اي حاجة مية وسكر وديق زي ما انت شايفين ادي المارينج بتاعي طالع اهو ده بالزبط جيوكوندو الغلابة او ديكواز الغلابة بس بصبه على صاج ده بالزبط صاج اتنين وخمسين في اتنين وثلاثين يعني لو عملته كمان في صاج اربعين في ستين هيطلع معاك زي الفل بسويه زي ما انت شايفين واكون مسخن الفرنة مية خمسة وسبعين درجة بسخنها قبل ما اشتغل على الاقل عشر دقايق عشان كون دافية بدخل زي ما احنا هنشوف دلوقتي الفرن مية خمسة وسبعين درجة مقاوية بس ده ما اخدتش ستاشر دقيقة ما اخدتش خمستاشر دقيقة اخدت سبعتاشر دقيقة يعني بعد الاربعتاشر دقيقة قدتها ثلاث دقايق تاني زي ما انشوفين بدأ ايه على ازاي دي بعد ثلاث دقيقة بصوا بدأ ايه على ازاي وعمل بابلز كأنك حاطت بيكنج بودر كأنك حاطت دي كأنك حاطت كل عاجل دي بالزبط كان بعد اربع دقيقة بعد كده اول ما وصل انا ديت لقلنا 17 دقيقة على 175 اجمل جيكوندو في الدنيا تمنى لو عجبك الفيديو ادعي لأمي وقابي برحمة من قلبك شوفي التلاتين فيديو عن الفيجان والكوكز فيجان والديكواز الفيجان والسبونش كل حاجة فيجان هتلقوا على القناة ان شاء الله وشكرا لكم